في اليمن سلسلة اختيالات جديدة يتعرض لها المسؤولون في محافظة عدن جنوب البلاد حيث أقدم مسلحون مجهولون اليوم على اختيال شقيق نائب وزير الكهرباء اليمني في حي المنصورة وقال شهود عيان إن مسلحين يعتقدوا أنهم من خلال المخلوق صالح فتحوا النار على رجل الأعمال محمد عوض التميمي لحظة خروجه من منزله ما أدى إلى قتله أعلى الفور